طبعا اعتقد انه لا صدمة على الاطلاق من هذا اللقاء الذي هو ليس اول لقاء اللي سربه هذا اللقاء الذي سربته اذاعة جيش الاحتلال وسائل الاعلام الاسرائيلية قلنا ان رئيس وزراء السلطة الفلسطينية كاذب لما اتكلم من يومين وقال ان السعودية وقلت لك ان السعودية هي اللي ضغطت عليهم لكي يدخلوا معهم قطار التطبيع السعودية اللي ضغطت وحبست الفلوس ومرضتش تفتح المحبس الا لما السلطة الفلسطينية بدأت تمشي على الخط اللي رسمها السعودية وان كل ما يفعله ابن سلمان هو لحماية الكرسي خوفا من بايدن وخوفا من بايدن بسبب اخطر سبب هو جريمة خاشقش بايدن اللي صرح انه هيعاقب ابن سلمان بسبب جريمة خاشقجي تلك هي الحكاية يا صديقي موضوع بكل بساطة السعودية تحتاج لزيادة رقعة التطبيع وتلجأ لاسرائيل في الايام الاخيرة لترامب وبتحاول تتحامى فيها بشكل كبير زي ما عملت الامارات اللي بتحاول تتحامى باسرائيل قدتنا يوم الاربعاء في ختم الاسبوع الماضي ان عودة العلاقات ما بين السلطة الفلسطينية واسرائيل اللي بتتدلع يقولك التنسيق الامني وراء ضغطات سعودية لبدء التطبيع عايز اقولك بايدن جزء رئيسي مما يحدث الان زي ما ختمت حزاك المقدمة الشبح الشهيد باذن ربه جمال خاشقجي يحيط بكل تصرفات ابن سلمان والسعودية في هذا التوقيت دي اخطر جريمة واللي معرفش نحيها جانبا رغم كل شيء رغم بيانات النائب العموى وعقبنا وعملنا وسوينا وكلها اكاديب لا تنطلي على جمال السعودية على الجمال مش على البشر المطبعون اللي بيظهروا على شاشات التلفزيو الاسرائيلي والمطبعون الذين يخرجون لتشويه القضايا الفلسطينية لم يكن ليفعلوا ذلك الا لو اخدوا جرينلاين من ابن سلمان تخيل انت بيتم تسريب بقوة انه تمن انه كبير العلماء في السعودية هيئة كبار العلماء وبتاع رئيس وزيل اوقاف انه تمن انه يعلن الاخوان جماعة ارهابية كان تمن وعشرة مليون ريال تخيل تمن الحاجات دي ايه تلك كل ما يحدث سابقا كان اوامر سعودية للتمهيد للتطبيع لكي تعتاد الناس على تجرع لمؤخص مرحبا ارهابية المسجد الاقصى والمسجد الاقصى المسجد الاقصى حقكم بناه هشام عام 72 حجري كيف يصر المحمد له وهم ابني عام 72 للهجرة يعني بعد وفاة محمد بستين سنة تضحكون على مين انتم كل اللي انا بس بديك امثلة كل اللي كان بيحصل كله 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 تمهيد لهذا المشهر والنهاردة تليفزيون لو النهاردة عندنا احصاء قنوات جيش الاحتلال كم مرة قررت جملة انها ليست الزيارة الاولى واتكت عليها واعتقد ان احنا نكلمنا بكيه عن الزيارات وقولتلك انه يعني مصر يكتب ليه انها ما انكرتش كان فيه اعادات سرية كان مصر عمفتح سيشريك فيها مصر ما فتحتش بقها ايه اللي حصل في الساعات الاخيرة قبيل لمشهد الزيارة والتطبيع تصرحات من وزير الخارجية السعودي فصل بن فرحان لرويترز تحدث فيها انهم مستعدين لتطبيع الكامل لكنه مرهون بالقضايا الفلسطينية وده اللي طلع ايضا سفير السعودية في الامة المتحدة يدلي به بنفس المعنى سعودية في الأمور المتحدة ظهرة ليوسفلت أو يمهد مرحبين بالتطبيع الإماراتي البحريني ومستنين الإسرائيليين يستجيبوا وهكذا تحدث باسم السعودية أتمنى أن الإسرائيل يمكن أن تحقق الراحة وإستعمل هذه التحقيق مع الإمارات المتحدة في بحرين والسودان لتساعدة أشارة أخرى من قوة مهمة بسبب إسرائيل والتعامل من البلسطينية موزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي كان في زيارة للسعودية ظهر على قناة العبرية السعودية ليعلن أن هناك ما عرفش دي الرقم كام اللي بيعلم فيها أن هناك دول قادمة للذبحة أو للتطبيع لا فيش فرق كبير لذلك أنا متأكد بأن أخرى ستجد ما فعلت الأمراضي والباريني والسوداني وهو زيارة لفة الوداع ما قرب كتير جدا في لفة الوداع ترامب بيحاول يدعم نتنياهو بكل قوة الحكاية أكبر من كونه رئيس أمريكا وبتاع حكاية أضخم من كده بكتير وزير الخارجية الأمريكي اللي كان فيه زيارة لين يوم استقبلوا ابن سلمان فيها جانب من اللقاء سموه ليه العهد بوزير الخارجية الأمريكي في نيوم اليوم نيوم اليوم دي دي واس في العادة بيتم استقبال بومبيو في العاصمة الرياض وحصل في آخر زيارة ليه استقبال في العاصمة الرياض أو في قصر اليمامة في جدة واحد من القصور الملكية الرئيسة في المملكة العربية السعودية قصر اليمامة يعني ممكن تقول عليه القصر رقم اتنين رسميا في المملكة العربية السعودية لكن اللي حصل في هذا اللقاء انه تم في مدينة نيوم على البحر الأحمر بعيدا عن الأنظار المعتادة أو المتطفلة ذلك اللقاء والذي تم في نيوم بالأمس أكدت أو أكدت أكتر من وسيلة إعلام إسرائيلية أنه تم اختيار هذا المكان بعينيا ما هم הולכים לעשות שם? زئلة دميت آه آه إيه إسرائيلين بيملوا بسرعة ليه؟ قلت له خلاص بدأوا يملوا من دبي أبو زبل ليه دبي فيها حاجات جميلة جدا جدا اللي قد هدعوا بالملل في ناس واخدين كارت المسافر الزهبي ده بيتاخد ككارت أو خط زي عمر أديب ومحمد رمضان ما بيملوش من دبي اسألوهم بيعملوا إيه في دبي كل دلك السنوات لكي لايشعروا بالملل اللي تصرب للإسرائيليين بعد أيام قليل فجأة تخنتו من دبي אלא محتاجين نיגדת خلصنا دبي محتاجين نخוש على نيوم بني سلمان شوت كبير جدا وانا اتفق معا شوت كبير جدا مهم جدا زيارة بناءة مع ولي العهد فين يوم اليوم قطعة الولايات المتحدة شوطا طويلا منذ أن وضع آآ روسفيلد والملك عبعزيز لأول مرة الأساس للعلاقة قبل خمسة وسبعين عام خمسة وسبعين عام علاقة الأمريكية السعودية الوطيدة لازم لما تقول الوطيدة تأتمدت اليأكد وطيدة جدا وطيدة لأني مرحلة لآخر مرحلة في الوطيدة طب بالنسبة لآخر مرحلة دي يعني ايه لأ حضرتك كده رجل داخل فعلتنا جامد وأرجوك الوطيدة كل واحد يفصرها زي ما هو عايز إنما هي وطيدة لما حد يسألك تقول له البرأدم الغلبان ده قالك وطيدة جدا ممكن تلخصها وعبر عنها آآ تصريح المالك عبعزيز كده الكتابي اللي بتاع اللي هو لا أخرج اللي هو تصريحه لانجلترا هو أوطد من علاقته بانجلترا لان انجلترا كانت آآ امبراطورية راحلة لكن امريكا كانت امبراطورية قادمة واما انتزال مستمرة طيلة الخمسة وسبعين سنة آآ آآ كان بيبقى الخمسة وعشرين سنة تقريبا البرونزي والفضي الدهبي ده الدهبي خمسة وسبعين سنة والماسي مية حاجة كده يعني وزي الخرجاء الامريكي اللي كان في الزيارة لليوم استقبله ابن سلمان كانتش لوحده بخبيين نتنياو ليه ورئيس المستدى ده راجل سكر يوسي كوهين ده حد يخبيه اخصى عليه اخصى عليه القوضة واسعة هي وبتاع ليه جات على نتنياو نتنياو بيداق من الحاجات دي ما بقاش يشيل سر للأسف وزي الخارجية الامريكي بيلمح واسرائيل بتصرح عن تفاصيل اللقاء على غير العادة للمرات الاولى וגם קצין צהל רגע קצין צהל זה לא משהו שכפוף בדרך כלל בתחום משרד הביטחון צהל זה לא משהו ששייך במשרד הביטחון נכון שייך שייך מדובר במזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימי נתניהוט התלופה ויבלות כך אומר לנו מקור ישראלי לא קיבלנו התייחסות לכך מלשכת ראש הממשלה רק נגיד שגם את זה הצנזורה הצבאית ישרה לנו לומר ואמרت בצדק בפתח דברייך תראי בדרך כלל תיסות כאלה לא מקבלות אישור מהצנזורה הצבאית פה באופן חריג כאן קיבל שוב المراسلة كانت واضحה جدا قالت איך נגרו إن איך נعلن عن تلك الزيارה إلا بعد موافقة الرقابة العسكرية الرقابة العسكرية التي لا تسمح لنا في العادة بتلك الإعلانات أو التصريحات أو التسريبات لكن المرة دي دה جاء بتصريح واضح من الرقابة العسكرية وهي لمن لا يعلم أعلى سلطة للرقابة على وسائل الإعلام اللي هو زي تطلق عليها الرقابة العسكرية بتبرر ذلك في إسرائيل بمصلحة الدولة العليا على الأساس يعني كأني يعني والموضوع مش محتاج نفي وزير الخارجية السعودي اللي ملوش من اسمه نصيب فيصل بن فرحان بعد الغضب الشعبي حاول أن ينفي لاحظتوا أن بعض وسائل الإعلام تنقلت خبر مفاده أن سموه ليه العهد لكن شوف انتقاء الكلمات أنا أشدت به في المقدمة وليه العهد التقى بمسؤولين إسرائيليين ضمنهم رئيس الوزراء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة إلى المملكة الخبر عار عن الصحة هو بالنسبة للعار أو العار عار نسبة للعار وعار نسبة للعري ده حقيقي ده موجود جداً جداً إنما كونوا ولم يحدث اللقاء المزعوم خط سير رحلة التي تم رصدها طيارة طلعت إسرائيل تؤكد بملادع مجالاً للشك طب هتقول لي قول لي إسرائيل سربت في السنة الأخيرة تلاتين أربعين خبر ها نو أربعين خبر كم واحد منهم طلع صح اتنين واربعين فيما يتعلق بخيانات العالم العربي أقصد علاقتهم مع العالم العربي سربوا أربعين خبر منهم اتنين واربعين خبر صحيح الاجتماع السري في نيوم وصل الأمير السعودي محمد بن سلمان من الرياض علامات نطائرة خاصة رقم وصل رئيس الوزراء نتنياهو من تل أبيب ومعا يوسي كوهين علامات نطائرة خاصة رقم وصل وزير الخارجية الأمريكي من أبوظبي علامات نطائرة خاصة رقم رقمها كذا تاكيد رحلة إسرائيلية نادرة انتغلقت مباشرة إلى نيوم السعودية على البحر الأحمر كانت رحلة كذا وعادت إلى تل أبيب بعد خمس ساعات بسرعة كده ما لحيش ياخد القهوة ما لحيش يخش يغسل إيده في الحمامات المدهبة لا ما نيوم يا زبو صراح لسه ما تتعملش بها حمامات مدهبة زي اللي كان بيتكلم عليها أوباما مبارح ما حصلش فيها الحمامات المدهبة ترى الإسرائيلية راح اتنيوم ورصدت الطائرة وده كان تتبع الطائرة واللي ما بيسمحش به في كل الزيارات الأثمة السابقة لكن سمح به للمرة الأولى أن يتم الإعلان خط سير رحلة وتفاصيلها بناء على أردر مباشر من الرقابة العسكرية في جيش الاحتلال وسائل الإعلام أكدت أنها لتجرؤ على تسريب هذا الخبر إلا ميأتي بموافقة واضحة من الرقابة العسكرية لجيش الاحتلال طبعا الطائرات التي عارفت السعودية سمحت خلاص للطائرات الإسرائيلية سبق من وكلها تفاصيل سابقة وتفع يعني طيران الإسرائيلي بقى بيحلق في السعودية كل حاجة إسرائيل تكذب السعودية وزير التعليم الإسرائيلي خرج ليؤكد تلك الزيارة أكد وزير الإسرائيلي عقد اجتماع الأحد عقد اجتماع الأحد مبارح بالأمس بكل اللغات يستردي حقيقة مش عارف إزاي بالعبري لو محمد سعود صديقنا العزيز اللي راحل الأقصى والولد تف عليه كان موجود أكيد كانت ترجمهننا بسرعة لكن عقد اجتماع الأحد بين رئيسه أو محمد رمضان بقى محمد رمضان كانت ترجمهننا يعني حقيقة خد جرعة مكسفة في الحفلة وثلاثة ونصف مليون دولار يخلوه يهضم أي مصيبة يعني يهضم الزلط أكد وزير التعليم يوأف غلانت عقد اللقاء بالأمس بين رئيس وزراء نتنياهو ليه العد السعودي في السعودية وزير التعليم يوأف غلانت قال لإداعة جيش الاحتلال هذا أمر حلو ما به أسلفنا الشيء الرئيسي هو القبول الحار لإسرائيل من قبل العالم السني بس ما تقولش السني قلنا يا شيخ بالله عليك يا شيخ ما تقولش السني تقولش السني تقولش السني بس وإزالة العملية العدائية برمتها برمتها قال لك برمتها ولا جزء قال لك ولا جزء كان فيه هوس النهار ده في تأكيد اللقاء بكل الطرق وذكروا كل التفاصيل لولا أن فيه فيه كورونا فما فيش وجبات بتتاخد في الطيارة كان قال لك نتنياهو كلف إيه في الطيارة وابن سلمان كلف إيه في الطيارة حكوا كل حاجة كان نفس حضراتكم تعرفوها إلى أن الطائرة التي أقلت رئيس الوزراء أقلعت من إسرائيل مساء أمس تحت اسم الشركة من سان مورينو وعادت إلى مطار بنجوريون الدولية عند منتصف الليلة الماضية تقارير صوتية بويس أوفر مرسلين استيديوهات كله 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 إزاعات كله أكد